طيب ازاي ننصح بناتنا بقى بالحجاب؟ اول حاجة البنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم بانها المؤنسات الغاليات يعني البنات دولة عاملين زي النسيم فلما تيجي تتعامل معهم تتعامل معهم مش بطريقة هاضربك في الحيطة هرميكي هصدك ده مش كله ده ولذلك ليه موصية خاصة في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يولي البنت رعاية خاصة زي ما كان يخص بالحنان بناته زي السيدة فاطمة وإن هي رضي الله عنها لما كانت تقبل على حضرة النبي ويقبلها بين عينيها ويفسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم ويهتم بالبنت الصغيرة من بنات الأنصار وتمسك إيده وتمره وتفضل ماشي به في شوارع المدينة وما يتركش إيديها وحضرة النبي عليه ما عليه ومسئولياته ونظره في حال الأمة لكن بنت لطيفة رقيقة فتاخد إيده وتلف فبعد كده تروح وقفة بعد كده بعد ما تلف وتدور نسوح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أراضيتي يا سلام على جمال حضرة النبي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن البنات أولى الناس بالمحبة والرعاية ترجمة نانسي قنقر